يقول الكتاب أحبائي بدون سفك دم لا تحصل مغفرة وبتعرف مين اللي بيقاوم فكرة الفداء والدم الشخص اللي مش عاوز الفداء ومش عاوز الكفارة ومش عاوز إنه يخلص فكر إنه بشوية بر وبشوية وصايا وبشوية أعمال برش الرب وبشوية إنه أروع القدس ولا الحاج إلى آخره ولا أعطي من عطياي من تقدماتي وما بيدركم إنه الله ينظر إلى القلب والقلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه من فضلة القلب يتكلم اللسان من القلب تخرج الأفكار الشريرة لاحظ الكتاب بيتكلم عن هذا الدم وله دلالات كثيرة فمثلا يقول الكتاب عن دم عن دم هبيل صوت دم يعني كأنه الدم بيتكلم مش في العادات الشرقية إلى يومنا هذا فكرة الثقر والانتقام والدم هي مأخوذة من العادات القديمة هي مأخوذة لكن برضو الكتاب علم عن ضد الانتقام علم عن الغفران والمسامحة لأن الانتقام والدم والقتل والعنف هو طبعا صفة الشيطان لأنه مكتوب عن الشيطان أنه كان ذاك قتالا منذ البدء وأيضا الصارق يعني الإرهابي لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك هاي داما صفات الشيطان الغزو والقتل والاحتلال والقمع والإذلال والاختصاب إلى آخر كلها بتتحط تحت الصرقة والقتل وإهلاك النفس اشتركوا في القناة